ماذا هي الأعراض هذا المرض؟ المريض كما اتفقنا، لا يشعر في الفترة الأولانية من 10 أيام لغاية شهر وهي فترة تقاصر الطفيل في الكبد وهي نسميها فترة الحضانة التي قلنا عليها من 10 أيام لـ 30 أيام بعد ذلك عندما تظهر الأعراض عند مهاجمة قراط الدم الحمراء يحدث نوع من أنواع الإحساس بالبرودة، القشعرينة، حمى، تعرق، آلام في الظهر، العضلات، صداع، وقيء، إسهال، ويرقان وهو إسفرار للجلد والعين لنتيجة أن مادة البلوروبين تخرج من كرات الدم الحمراء وتزيد في جسم الإنسان لأن هذه تعتبر نوع من أنواع الأنيميا التحللية وبالتالي، هذا المريض تقوم بإمكانه نوبات 36 ساعة إلى 48 ساعة تقريباً كل قليلاً تقوم بإمكانه هذه النوبة تعتمد على تحلل كرات الدم الحمراء هذا المريض يمكن أن يكون جاء من منطقة مالاريا وبالتالي، هناك إجراءات وقائية لكي تكون جاء من منطقة أو موبوءة بالمالاريا يجب أن يراجع دكتور أمراض معضية قبل الصفر نعطي أدوية وقائية قبل الصفر وأثناء فترة الصفر وما بعد الصفر يعني لو أشعر أي أعراض، يجب أن يراجع الطبيب حتى لو أصبح أكثر من ست شهور أو سنة في هذه المنطقة لأن في بعض الحالات يحدث خمول أو كمون للطفيل في الكبتة اشتركوا في القناة